السلام عليكم حبيباتي صباح الخير صباح النور صباح الحب والأمل صباح مملوء بالسعادة نتمنى أنكم تكونوا بصحة جيدة وبخير وعلى خير مرحبا بكم معايا أنا نسرين في وصفة جديدة من وصفاتي وصفتنا اليوم وصفة جد رائعة مكوناتها بسيطة و سهلة جدا جدا تو جد غير وصفة لوبين دومي خبز التوست ما تيخطنيش من الضار بكترت ما هي سهلة و مكونات بسيطة كان وجدها على الأقل ثلاثة المرات في السمانة فنتمنى أنكم تابعوا الفيديو الأخير باش تعرفوا على جميع الخطوات اللي تنقم بها باش نحصل على خبز شيش وارطب نقدموه مع فرماج ولكوفيتير ولممكن ديروا ساندويتشات ديال دجاج أو ساندويتشات تونة أو ممكن نقدموه مع زيت وزيتون فنتمنى أنكم تجربوا هاد الوصفة هادي لإن شاء الله غدي تحبوها بزاف وليدتكم غدي عشقو هاد الوصفة فعلى بركة الله نشوفو المقادير وطريقات التحضير فكيف ما شفتوا معي يا حبيبتي هادو هم جميع المكونات اللي غدي نحتاجه الخبز ديالنا عندي ربعمية جرام ديال دقيق الأبيض الممتاز كوب حليب معلقة كبيرة سكار حبيبات معلقة كبيرة زبدة و معلقة كبيرة خميرة الخبز أول خطوة غدي نديرو غدي ناخدو معلقة كبيرة ديالزبدة غدي نوضعوها في الحليب و غدي نتخنو الحليب ديالنا شوية مشي بزاف و من بعد غدي ندمجو جميع المكونات هنا يا عندنا كوب الحليب مع الزبدة اللي دابت لنا غدي نديروه في إناء العجن غدي ندفع ليه معلقة كبيرة ديالخميرة الخبز و معلقة كبيرة ديالسكر حبيبات غدي نحرك هاد المكونات شوية و غدي ندفع ليهم 400 جرام دقيقة أبيض ممتاز و قبيصة ديال الملحة غدي ناخد مكوناتي و نعجناها في العجنة اللي ما عندوش العجنة ممكن يستعمل إديه ما شي مشكل غير هو العجنة خاصة هتدلك مزيان و تكون مرخوفة و تلسق لنا في الدينة فانا غدي نوريكم القوام ديالها كيفاش خاصه يكون فهدا هو القوام اللي بغينا نحصلو عليه صافينا غدي نزيد ندلكها شوية و غدي نخليها ترتاح مدة نس ساعة حتى تخمر ليه و تضعف ليه الحجم ديالها فهنا العجنة ديالي من بعد ما خمرات و تضعف الحجم ديالها كيف ما كتشوفوا معايا أجي نوريكم كيفاش غدي نشكلوها نرشو شوية ديال دقيقة على سطح العمل و نحاولو أننا نفردو و العجنة ديالنا على شكل موسطى طيلي يكون متساوي باش ملي اللوي بالعجنة ما تجيناش بلاسار ليضا و بلاسار قيقة نحاولو ما أمكان نفردوها بشكل متساوي كيف ما كتشوفو في الفيديو و من بعد غدي نبدا تلوي وتنضغط و كنمسح أي زائد عندي ديال الدقيق على العجنة كنحاولو نحيدو غير بشوية كيف ما كتشوفو اللوي و نضغط عليها باش تصدليها مزيان نحاولو ما نخليوش الفارغ من اللي نكونو كلوي و هنهي غدي نجيب قالب دهنتو بالزبدة مزيان و غدي نحط فيه العجنة ديالي و ندهنها بالزبدة نغطيها و نخليها ترتاح مدة نصف ساعة أو حتى يتضعف الحجم ديالها و هنا كيف ما كتشوفو معي يا حبيبتي ما شاء الله خبزنا خمر لنا مزيان غدي نجيب نسكة صغير ديال الحليب دوبت في شوية ديال نسكة فيه و غدي ندهن وجه العجنة ديالي ممكن ندهنوها بصفر بيضا لاختيار كيرجع لكم انا غدي ندهنها بالحليب و نسكة فيه و غدي نزينها بالجنجلان ممكن نزينوها بالشوفاني لا حبيته ندخل الخبز ديالي الفورن مسخن مسبقا على درجة حرارة 450 لمدة 40 دقيقة و حتى تتحمر لي الوجه ديالو و هنا الخبز ديالنا ها هو واجد تتحمر له الوجه ديالو مزيان انا ياخد اليات قريبا 45 دقيقة غدي نحطوه يبرد لي شوية من بعد غدي نحيدو من القالب و غدي نحطوه على شبك فانا غدي نقربو لكم باش تشوفو مزيان شكل ديالو جا خفيف ومن فوخ وشيش غدي نخليه على الشبك على الاقل ستادي سوايا ولحنا يدرناه بالليل نخلي وهتا الصباح عاد نقطعوه باش من اللي نقطعوه ميت فرتتش لنا ما تقطعوش وهو سخو نخليه حتيه برد على الاقل ستادي السوايا و هنا كيف ما كتشوفو معي حبيباتي دهنتو بشوية زبدة هاد المرحلة هادي اختيارية وصفي هنا الخبز ديالنا ها هو جد غدي نخلي حتيه بردية تماما عاد غدي نقطعوه نقدموه الوليداتي ان شاء الله نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بمشاهدات الفيديو نتمنى انكم تخلوا لي يا جيم بارتاج وضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد دائما نخليكم في امان الله وحفظه مع السلامة